تسعتاشر اعطينا رسمة بيانية يقول لي اي من المتبينات المعطى لها في الاختئارات يمثلها الجزء المظلل طيب اولا يا جماعة المتبينات لما اجي امثلها لو علامة التباين لو علامة التباين فيها يساوي يعني اكبر من او تساوي او اصغر من او تساوي الخط هنا بيقى خط متصلة تمام لكن لو هي اكبر منه واصغر منه بس بدون علامة اليساوي يبقى الخط بيكون خط متقطن دي اول معلومة اعرفها الخط اللي عندي هنا خط متصل يعني حلي لازم يكون فيها علامة يساوي اللي اربع اختيرات فيها علامة يساوي تمام دي حاجة حاجة تانية التزليل لو لاعلى التزليل لاعلى يبقى علامة اكبر من او يساوي لو التزليل لاسفل يبقى علامة اصغر من او يساوي خلاص انا عندي في مسألتي التزليل اللي اعلى يبقى اكبر من او يساوي يعني الف لا وبقلق هي جيم او ده تمام خلاص كده يبقى انا عندي معلومتين فيها علامة يساوي يبقى الخط متصل ما فيهاش خط متقطن التزليل اللي اعلى اكبر او يساوي او اكبر طبعا التزليل لاسفل اصغر او يساوي خلاص طب جيم ولا دال قبل دلوقتي اخد نقطة على الخط بتاعي خلاص شايفين الخط ده اخد نقطة عليه اما دي او دي اي واحدة فيهم صح النقطة دي طبعا الاكس بتاعتها بصفر والواي بتاعتها باثنين صح? لو انا اشترع عليها لو انا اشترع دي الاكس بتاعتها بسالة باثنين والواي بتاعتها بصفر صحي الكلام? بتاع ناخد مسلا دي ونعوض بقى هنا نفعج يبقى هي دي ما نفعجش يبقى هي دي خلاص كده بس اوعا نفعج كأنها معدل يعني يبقى هناك كأنها واي بتساوي اكس نقص اتنين اعوض يلا عن اكس بصفر لو انا شلت الاكس وحطت صفر هيبقى صفر طرح اتنين سلب اتنين هي السفر دي معاها سلب اتنين لا يبقى دي برضو لكن لو دي المعادلة بتاعتها هي شلت الاكس وحطت مكانها صفر هتبقى صفر زاقي دي اتنين باتنين هنا السفر معاها اتنين اه صح يبقى ايه الاختيار الصحيح ايه ده حطت لو اعوضت بالنقطة دي هنا او هنا برضو اللي تنفع يبقى هيا دي خلاص كده يبقى هنا مثلا تات حاجات اولا انا شوف الخط متقطع او المتصل علشان اشوف العلامة فيها اكبر اه فيها يساوي اللا اه دي حاجة الحاجة التانية شوف التصليل بتاعي اعلى ولا الاسفل اعلى باكبر اسفل يبقى اصغر الحاجة التالتة الخط بتاعي اخد عليه نقطة اي نقطة وعوض بيها اعوض بيها كمعادلة تمام اللي تحققها يبقى هي دي الصح طبعا هنا النقطة صفر واثنين او سلب اثنين وصفر لا تحقق جيم ولكن انا تحقق دال يبنى هي الدال الصحيحة بتاعي سابقى